مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استقرار على الأجواء وارتفاع آخر على درجات الحرارة سنشهده يوم غد الأحد بإذن الله أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو أما الأحوال الجوية المتوقعة فعلى سور الأقمار الصناعية نلاحظ خلو المملكة ومنطقة شرق البحر المتوسط من أي تواجد لأي نوع من أنواع الغيوم كأن الذي يؤثر على المملكة ومنطقة شرق البحر المتوسط مرتفع جوي وبالتالي استقرار على الأجواء وخلو المنطقة من الغيوم أما بالنسبة لخرائط درجات الحرارة فنلاحظ أن خرائط درجات الحرارة وألوانها تشير إلى أنه سيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم غد الأحد لكن يوم الاثنين يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لكن يوم الثلاثة والأربعة إن شاء الله تولي درجات الحرارة ارتفاعها مرة أخرى أحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء صافية ولكنها باردة أيضا العظمى الصغرى المتوقعة خمس درجات مئوية لكن الصغرى الملموسة بحدود ثلاث درجات الرطوب النسبية بحدود أربعة وأربعين في المية الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم غد الأحد ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلان معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة ما بين 2 إلى 3 درجات العظمى المتوقعة حواري 15-16 والصغرى 5 درجات لكن يوم الاثنين إن شاء الله انخفاض قليل على درجات الحرارة ظهور بعض السحب المنقفضة تصبح الأجواء في المناطق الشمالية غائمة جزئيا لكنها ما بين مشمسة وغائمة جزئيا في بقية المناطق العظمى المتوقعة ما بين 10 إلى 12 درجة مئوية والصغرى بحدود أربعة وخمس درجات يوم الثلاثة ارتفاع على درجات الحرارة وبالتالي تكون الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا حرارة العظمى المتوقعة ما بين 12 إلى 14 درجة والصغرى بين 4 إلى 5 درجات مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة المتوقعة في الأماكن المختلفة والمدن المختلفة من المملكة المناطق الشمالية أجواء مشمسة غدا نهارا وأيضا تميل إلى أن تكون الأجواء لطيفة خاصة في فترة الظهر العظمى في إربض 18 والصغرى 9 عجلون 16-8 جرش 18-8 المفرق 18-6 درجات إذن أجواء تقريبا لطيفة ظهرا لكنها باردة نسبيا ليلا وأيضا المناطق الوسطى منطقة عمان والبلقاء ومأدبة الزرقاء أيضا أجواء مشمسة درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العظمى في البلقاء 15-6 مأدبة 16-6 عمان 15-5 الزرقاء 18-7 البحر الميت 21-14 درجة مئوية المناطق الجنوبية أيضا أجواء مشمسة الكرق 15 العظمى والصغرى 5 طفيل العظمى 13 والصغرى 4 الشراح 11-2 معان 16-5 خليج العقبة 24-13 درجة مئوية المناطق الشرقية أيضا أجواء مشمسة لطيفة بالنهار لكنها باردة ليلا العظمى في الأزرق 20 والصغرى 7 الصفاوي العظمى 18 والصغرى 6 الرويشد العظمى 20 والصغرى 6 درجات مئوية أعزائي المشاهدين نتمنى للجميع أوقات سعيدة واستمتاع بأجواء يسودها ارتفاع في درجات الحرارة وأجواء مستقرة إن شاء الله ولكم أجمل تحية من طقس العرب النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو اشتركوا في القناة